مره مع لي 25 سؤال لازم نجاوب عليهم بسرعة ومن غير تفكير اليوم أنت نجمة صف أول بهذا العمر ايه نعم يعني أكثر شيء يزعجك في الوسط الفني بهذا العمل طبعا تقصدي الخائن أكثر شيء يزعجك في الوسط الفني سوري بهذا العمر بهذا العمر اه اوكي لا كويس انكتي اللي وضحتيلي طيب ايه طيب اوكي اذا نعم اكثر شيء يزعجك في الوسط الفني حاليا ولا شيء اول كان في شيء لبين ما تعودت على كل شيء اكيد فيه اشياء كنت استهجنة ما كنت افهمها يعني بس بكل مجال فيه اشياء لازم نفهمها فهلا ولا شيء ابدا طيب صرحت انك عملت عمليات تجميل وحتستمري تعملي كمان لسه ممتنة هلأ عندي مسلسل رح اعمله عملية تجميل تخريب رح تفهمه بعدين شو يعني هتخرب شكلك فعليا شوي لا 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 تبشيع لا مجد اه متل ما فيه ادوار لازم تكوني حلوة فيها فيه ادوار لازم تكوني ايه بس تقدر زي عملي ميكاب وكده لا لا ما بيمش الحال بالميكاب حتفهمي بعدين حتخري جراحة لا لا موش جراحة بس شوي الجراحة شوي اخطر الكلمة هي اقل من جراحة بس في في يعني في عملية حتن عمل يا لطيف طيب اوكي يعني يعني عطفا يعني او خلينا نبعد عن فترة تفاجعتيني المهم يعني خلينا نبعد عن هذه الصدمة اللي عطتيني عطتيني اياها الآن اوكي خلينا نتكلم على الوضع الحالي فانتي عملتي عمليات وقلتي انك انتي رح تستمري مقتنعة باللي وصلتيله الآن ولا يعني كشكل عم تحكي ايه بمنك حتستمري معنا لسه انت مقتنعة ثم هلأ عم بحكي انه انا مثلا اعمل عملية تبشيع مو عملية خليني يقول شوية تفاصيل بالوش لتبين اقل جمالا خلينا نقول او او فبدي رد رجع عدلون طب عم تحرجيني لا سلام بعد شغلانا ديني نبعد طيب طيب ليش بيقال انه اسمك الحقيقي مو مرام علي والله ما بعرف صراحة كتير حبيت السؤال وحبي وضح من خلال اسئلتك انا اسمي مرام علي على الهوية وكل عمري وهذا ما انه اسم فني يلي هنه الناس تدعي انه هو اسم فني هم قالوا انك تسميتي نفسك كده على حاتم علي الله يرحمه الله يرحمه انا ولا مرة بعمري حتى التقيت فيه يعني فيس توفيس ولا مرة شفته طيب فنان نفسك تقدمي معا ثنائية اذا كوميدي احمد حلمي كتير بحبه اذا بس الخياط هل صحيح انك رفضت دور في هوليوود اي هذا موضوع شوي ما بدي احكي فيه شوي كان سيء يعني يا اما كان فيه توريط يا اما كان فيه لهلأ انا ما بعرف الحقيقة تبعته علما اني سألت كتير اشخاص ولهلأ ما بعرف شو التفاصيل تبعه بس اعرف صح رح وضح صح يعني عندك شكوك حوالي هذا الموضوع عندي شكوك بانه هو العرض غير حقيقي متل ما بيقوله طيب صفة اساسية في شريك حياتك المستقبلي بس واحدة لا يعني كده صفة لازم تكون اساسية دي ما تقدر تتنازلي عنها الاحترام هو اساس كل العلاقة بس اني يكون شخص محترم يعني هو لازم شي فيه هو محترم اصدق فيه ولا فيه هو ولا يقدم لي لا صفة اساسية موجودة فيه هو كريم طيب لو قلنا او احد طلب منك انه هاتي السي في حقك بس السي في حقك لازم تحطي دور واحد اما الخائن او عروس بيروت تحطي اي واحد فيه ما عندي غيرهم انا لا عندي كتير غيرهم بس خلينا نقول انه هدولي علموا مع الناس بشكل كبير عشان كده اخترنا دول الاثنين وممكن حط ما بعد عروس بيروت والخائن ممكن يكون اهم و احلى من الاسم صح بس حاليا بما انهم اللي موجودين الخائن طيب كيف تردي على اللي بينتقدوا اطلالاتك الجريئة وقبولك ادوار الجريئة وين الجرء بالموضوع يعني بتطلع ميو مثلا ولا يمكن انا بالحياة ما بلبس ميو هاي هاي صورة منتشرة لك اونلاين بقالوا نحطتي على انستجرام بس شورت اه طيب اوكي يعني احنا نختلف في تعريف الجرء اكيد اكيد رح نختلف اذا في شيء مثلا واضح من هون هو شيء كتير طبيعي يعني ايوه بس انه شيء كتير بارز لدرجة انه سيء للعين لا ما عندي يعني يعني ممكن يكون شيء جريء بس حلو زريء حلو اي ممكن يعني الجرء صارت اتهام اول مرة يعني فيك تكوني جريئة ما اتهام بس بنتقدوك عليها انه اطلالاتك جريئة او ادوار عندك جريئة ادوار ايه علما انه انا شوي خجولة بالحياة لما بيقولوا كات خلاص بصير حدا تاني خصوصا اذا كنت عم بعمل مشاهد مع رجال خلينا نقول ايه اكيد دغريب يعني دغريب تلاقيني بطلت موجودة بالمكان طيب يعني خلينا نقول انك انت بتختلف في تعريف الجرأة عن يعني اللي بنتقدوك او متابعينك ممكن طيب لمو اي مستوى تعليمي وصلت مرام درست بالمعهد العالي بس ما كملت درست عم بتدرس هلأ ادارة اعمال وفي شغلة تالتة ان شاء الله رح ادرسها بعد ما خلص المسلسل الجاي اوكي بتدرس ادارة اعمال وين بسوريا بالجامعة يعني طيب حتى وشم انه ما ذنب العنب بما يفعله النبيد ليش هذه الجملة تحديدا هاي بدا مقابلة كاملة صدقيني يعني ما عندك شي مختصر ما عندك شي مختصر احد لامك مرة على شي او انتي تلمت على شي في حياتك لا بس تحاسب حدا عن حدا واللي بيفهمها للجملة هي هذا المعنى تبعه انتي تحاسبت عن شي لا خلاص طيب من هي نجمة الدراما المشتركة اليوم الاولى بغض النظر من وين يعني مثلا مصر سوريا لبنان بشكل عاق ايه مغض النظر لتكون دراما مشتركة لا عاتيني واحدة نبدأ بواحدة مرام علي إييييه هادي يعني هي محاولة للتخلص بس ممكن أحد يقولك غرور لا مو غرور أنتي فهمتي أحبات شو قلتي أوكي، وممكن أن تفهم إنا غرور على فكرة بس طيب أوكي ما فيكن تهربوا منا غير بهاي الطريقة اسألوني لأني هل تعتبر نفسك فشلتي أو فاشلة فيه؟ لا ما في شي فاشلة فيه أي إنسان بيعمل شي ما بيحقق اللي هو بالدويا بيكون خلص تعلم منه وعرف وإن أخطاءه بيحاول صلع مثلا أنا فاشلة في الطبخ أنا كمان طيب صدري شكرا جزيلا أنت عصبيا إيش أسوأ شي سببته لك عصبيتك؟ والله جسديا صراحة أوقات لازم ما تطلعي التوتر أو تعصيبك لبرة لأنه بتكوني بمكان أو مع أشخاص ما لازم فبيقولوا نحن عنا بالسوري باكل من بدني أو ببدني أيوة تاكي بنفسك طيب دور صنع اسمك؟ بعدني ما صنعت اسم أنا هيك بقول أنا هاد رأيي قلت قبل شويني كنتي نجمة الأعمال المشتركة وإني كنتي نجمة صف أول أنا قلت أني أنا تهربت وقلت نجمت بهذا العمر لما بتقليلي من هي النجمة اليوم بقليك سولافة معمار بقليك كريس بشار بقليك ديمة قندلفت بقليك من لبنان باميلا الكيك بقليك لازين جيم بقليك ماجي بوغسن بقليك دانيلا ما لديك دور صنع اسمك؟ لسه؟ بعدني ما صنعت يعني بعدني ما عملت اللي أنا لازم أعمله حتى أقول أنا وصلت هلأ لمكان قول في هذا الكلام لو قلت لك غني أغنية تعبر عنك إيش تغني؟ واو ما فكرت هي قبل تعبر عني؟ أو عن حالة مرتي الدنيا حلوة وأحلسني بنعيشها واحنا يا ناس عشقين ننسلفاتنا ونعيش حياتنا كثير في حبة لنانسي هذا عطفاً على الحديث اللي قبل التسجيل كنا بنتكلم فيه احنا بس ما نقدر نقول عنه الآن طيب عمل ندمتي على رفضه على أيش ما فيني أقول أبداً بس ندمت كثير وزعلت كثير هادي يقولي هادي العمل العمل أنا رفضته ما تحدد أي دور فيه طيب ما رفضت؟ ما رفضت؟ ما رفضت؟ شاءت الأصص أنه ما فيني يكون مايبة؟ ما بعرف شما ما بعرف طيب أوكي معلومة ما يعرف هالناس عنك هلأ إذا الترح يصيروا بيعرفوها كيف ديالك عادي أقولي معلومة مستلن ممكن معلومة عادية ما يعرف هالناس عنك هاي امرأة خطيرة هاي تفضلي ما؟ 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 أخ والله ما هي هيطلع شي هيك يعني أعطيني خيارات ما يعرفو عني ما بعرف شي ما يعرفو الناس عنك عن طباعك مثلا عن شخصيتك عن ماضيكي عن طفولتك عن أهلك عن عملك شي ما تحبي شي تحبي اي عن طفولتي فيني أول شغلة هلأ تذكرت وانتي عمدا تقليني أنا ما كنت ألبست النورة أبداً كنت دايماً ألبس شورت وإلعب فوتبول مع الصبيان لأنه أنا ما كنت أحب كتير البنات شو بيعملوا كيف بيلعبوا مثلاً نعم شئية كتير يعني هيك مثل صبي حسن صبي حسن صبي ايه حسن صبي طيب تعطي نفسي كم من عشرة شكلياً؟ شكلياً؟ قبل ولا بعد؟ يعني أنت عندي كم تحديث أو إصدار؟ والله ما في كتير وحياط الله صدقيني أنا بس غير رون شعري بس إنحاف بس لسمك صدقيني الإصدار الأول اللي جيت فيه في الدنيا دا كم؟ ما في أجمل منه بالعالم حلو عندي صور وأنا صغيرة عن جد طيب لو عندي بنت متمنى يكون هيك شكرياً؟ بدأتي بعدين عمليات التجميل إيش صار؟ أي عمر؟ كانوا يتنمروا شوي على أمفي مع أنه والله ما كان بشع أبداً بس أنه أنا كلما أحكي بيفنش أمفي ما بعرف إذا في أمتي شو ألزني بيتنفخ كده بيعمل هيك بي هيك آه رح تعمل طقام طلع كتير بشع أبشع من ما كان يعني أسناني كانوا حلوين بس حسيت أنه الموضة هيك ما بعرف تحسي أوقات عن جد عن جد ما عندي جواب بندم إيه؟ صراحة في كتير قصص أوقات إذا بتسأليني بتندمي على قصص بيقولك يا ريت لو تضليت طبيعية أكتر يعني عم بحكي عن التجميل هلأ يعني أحدث إصدار ياخد كم من عشرة؟ ما في كتير إصدارات طب آخر واحد النسخة الآن اللي موجودة نحفانة 8 كيلو ما بعرف أي إصدار شو عم تحكي طيب أنا لما أنحف أو أسمن أو أغير بالألوم الآن أديتك مرايا كم تعطي نفسك من عشرة؟ بالروح عشرة بالشكل عشرين من عشرة هل تحمل جنسية أخرى غير السورية؟ هل تحب تقولي أشياء؟ بريطانية؟ هل سبق وتعرضتي للخيانة في الحب؟ أم كتير؟ أصدق أكتر من مرة يعني أنه تخنتي قبل كده؟ نعم نخنت أي؟ نعم كتير يعني كتير لا بس نخنت أي؟ طيب دور تتمنى لو كان لكي أنك تقدمي يعني دور من الأساس ما كان لكي بس أنت تتفرج عليه تقولي الله كان نفسي قلت ورح أرجع لسولافة معمار بزمن العار طيب لمين تقولي عيب؟ قليل الأصل كتاب تنصح الناس بقراءته؟ أريد أهلا عم بقراءة اسمه أريد أن أعيش يعني هذا فيه قصص كتير حلوة أو كمان كنت عم قبله كنت عم بقراء هذا الثالث مرة ممكن بقراء على الكتاب الرقص مع الحياة لست هاد أحلى بيريدوا أنا هذه كل مكتب اللي هي نفسية وكده بتحسين النفسية مش تحسين ممكن بعتقد ممكن هذا تحفيز حسو هيك بحسسك بأنه أنت فيك تتعاملي مع الأشخاص اللي حواليك بطريقة أريح حار من ما أنت ممكن كيف تهو خصوصا أنا عصبية بتعرفي طيب تمارسي الرياضة فعلا ولا فقط عشان صور الإنستجرام؟ يعني خصوصاً مؤخراً رياضاً ويعني كده جيم وحركات وكده بس أنا ما بعرف إذا عندي بحب البلاتس كتير بيمكن عندي فيديو واحد على الإنستجرام بس يعني ما بنزل التفاصيل كتير طيب مرام علي شكراً لك ني خلصنا؟ أحبك أحبك أيضاً وعندك إجابات أعجب من العقيبة بخصوصاً الروح عشرين الآن تقدري تديري وتواجهيني بخصوصاً الروح عشرين عشر 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 لأنه